اربعون عاما من الفشل هكذا كانت سنوات اربعون عجاف على الايرانيين تلت ثورة الخميني عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين عدالة حرية ورخاء شعارات اطلقها الخميني لكن الواقع الايراني كان غريبا بينها في ظل نظام حاول ويحاول تصدير طائفيته ومذهبيته حتى وان كان على حساب سرقة اموال شعبه ومنذ الثورة المشؤومة يعاني الشعب الايراني من ازمات اقتصادية ومعيشية في مقابل هيمنة الطغمة الحاكمة على مقدرات البلاد والسنزاف مواردها في مغامرات عسكرية خارجية ودعم لاذرع الولي الفقيه الميليشياوية عزلة دولية واقوبات على مر تاريخ ولاية الفقيه في ايران لم ينجح الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في كسرها كما لم يلمس الايرانيون اي اثر له ولم يهنأوا باي دولار من الارصدة المفرج عنها بالمليارات بعدما ذهبت الى ميليشيات الملال الارهابية من حزب الله في لبنان والحجر الشعبي في العراق وميليشيات الحوثي في اليمن وغيرها من الوكلاء في المنطقة ما كان نتائجه العقوبات الامريكية الاكثر سرامة في تاريخ البلاد بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق احتجاجا على سياسات الخداع والاحتيال الايرانية والتسطر على برامجها النووية والباليستية وافعالها العدوانية والارهابية الريال الايراني خسر اكثر من نصف قيمته وارتفعت اسعار السلع الاساسية بشكل جنوني وتزايدت البطالة وتفش الفساد وفرت لاستثمارات خارج البلاد تعطلت المحال والاسواق وعمت المدن لاحتجاجات وطالت المظاهرات المصالح والاعمال وجرت الاعتقالات وزج بالعشرات في السجون مشهد يبتعد عن العدالة والحرية والرخاء وعود خمينية لم يتم الوفاء بها هكذا كان تعليق الخارجية الامريكية في سلسلة من التغريدات بالفارسية على وضع اطاح النظام الايراني الفاسد باقتصاد البلاد واطاح بالارث الايراني القديم كما استشهد الوزير مايك بومبيو بتصريحات رئيس حسن روحاني الذي اعترف بتفضيل نظام الحاكم الايدولوجية على مصالح ورفاهية الشعب الايراني ازمات اعتاد معها نظام الملالي على الهاء شعبه باجراء تجارب صاروخية او الاعلان عن دخول عالم الفضاء حتى وان كانت بتجارب فاشلة او اطلاق التهديدات من وقت الى اخر حتى لمن يعتبرهم اصدقاء في اوروبا فها هو نظام يعلن عن صاروخ يبلغ مده اكثر من الف وثلاثمائة كيلومتر هدد معه نائب قائد الحرس الثوري الايراني حسين سلامي الدول الاوروبية التي لم تسلم من الارهاب الايراني باتخاذ ما وصفه بخطوات استراتيجية لم يحددها اذا مسعت هي او غيرها لنزع سلاح ايران صاروخي تهديد ليس بغريب على نظام هو الراعي الاول للارهاب في العالم وثورة لم تفلح في الوصول الى دولة بعد اربعة عقود لبرنامج هنا الرياض شادي انور